يعمل حزب الله دائما على إخفاء حقيقة وأرقام خسائره البشرية في المعارك السورية لكن الإحصاءات غير رسمية تشير إلى أن خسائر الحزب بلغت 1600 قتيل من بينهم عشرة قياديين كبار وما يقارب 6000 جريح وآخر المعطيات أكدت استعادة حزب الله جثتين لمقاتلين كانا سقطا في سوريا بالساعات الماضية لسوق الحز عم بفوتوا لبنان بها المعمعة يلي هي عم بتكلف للإقتصاد عم بتكلف أرواح كتير عم نشوف كم شاب صرايح عند حزب الله وعندهم أهل وهيدي عم تخلق كمان حقد أكتر وأكتر بين الطواقف والمذاهب الموجودة يلي بدأ لسوق الحز أجيال حتى واحد ينسيها وهيدي خطر كتير ورغم النصف البشري الكبير لحزب الله في المعارك السورية فهو ماض بناء لتعليمات إيرانية بالزج بمقاتله في الوحول السورية وانتلاقا من هذا الواقع ترى المواقف اللبنانية أن حزب الله وإيران يتعاملان مع مدينة حلب تحديدا المحاصرة اليوم على أنها ورقة تفاوض ومما لا شك فيه أن مسألة الأرقام تشكل مأزقا لحزب الله خصوصا في مجال مقارنة خسائر التورط في سوريا الباهظة في مقابل خسائره بمواجهة إسرائيل كلما طالت مشاركة حزب الله في المعارك السورية كلما تعظمت أكلافه ومعها ازداد ظهور التململي إلى العلن داخل بيئته الحاضنة مختصرا بسؤال واحد ما الذي دفع بنا إلى هناك مرسل كرم الإخبارية بيروت